كوكوزينات صحف طرقم شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يوجدت نشارك معكم هذه الحلوة تجي على شكل بابيون تتعلمني فات في العيد ومحطيت لكم مشروع فيديو ايقود نشاركها معكم جي بزافة بنينة وجي الطرية وغول حشوةها بزافة بنينة ثم معي بشتعفوا المقاطر بالطريقة التحدر الا ان العبس اللولى نسعقها نسعق و 250 جرام تزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ تكون طرية بشتساعدكم وحبها بيت وحبها صافر رشات المحل اللي داروا الرياء في القاتو خلطوا مليح البيض مع الزبدة كما قد تكون لازم تكون الزبدة درشحات المطبخ باش متعييك ومش تكون طرية لها نسعق مليح البيض مع الزبدة حتى يكون خليط واحد يعني يكون مزيج واحد بعدها نزيد وكاس غربعة سكر وغلاس الخلطوا مليح سكر وغلاس مع الزبدة حتى يدوا بعدك السكر ودخل مع الزبدة ويكون قوام كريمي كاملوا خلطوا مليح كما راكو تجوفوا حتى يولي قاوم بتاعه كريمي بعدما ولا قاوم بتاعه كريمي نبدأ ونزيدوا في الفارينة بالنسبة للفارينة حتي تلمدنا العجينة لها ندرت لي حوالي خمسمائة جرام تاع الفارينة ما ندولها لا نوارا لا والو ندولها عفوان لفاني لفاني دلو كمية اللي تحبو نحطوها فصاشي كونجلاصيون ونخلوها تريح حوالي ساعة زو سوايح في التلاجون يعني كوما تريح حتكونوا مليح اللي هنا بعد ما راحت لي مليح ندري نحيب شوية ونخلوها مغلفة ونجيب هاد اللي يمول على شكل بابيون ونبدأ نحط فيهم بهذا الطريقة كما راكو تجوفوا ودكروا لكم كيفاش تديروهم بهذا الطريقة ما نديروهمش بزا فرقق وما نديروهمش بزا فرقق وما نديروهم بزا فرقق حتزدو تنفخو لكم شوية ونديروهم بزا فرقق حيتكسروا لكم كي حتزدو تعملوهم بعد ما كملت شكلتهم بهذا الشكل كي ما راكو تجوفوا نجيبو موس نحو هاداك الزوائد ونكملوها على الكمية يعني الكمية اللي عندي تلافات تكملوها بهذا الطريقة ونحطوهم يطيبو في الفرن غير ملدحتها كي ما صابلي يعني غريد حمارو شوية لحوهم ما تغفلوش عليهم بالخفيدو الطياب اللي هنا يجيبو كي يغضونوا الاموس ويتقبوهم باش يخجبو منهم من لهوا وما حاشين نفخو لكم بزا فا ويتعوجو ويقعد شكلتهم هو هو كي ما راكو تجوفو بعد ما طابو شفو شكلتهم هو هو يعني ما تنفخوش وجو ما هم مرقب بزا فا ما راكو ما راكو بزا فا ما راكو ما راكو شان وما تكسروا ليش نكملو الناحوقة على الكمية بعد ما بردولي نحيهم هم مدلحوش كيكونوا سخونين باش ما يتكسروا لكم شو انتهي بردولكم شوية وبدأو يتلحو فيهم هناك من حيقة على الكمية ونجوز وعفوان للحشو باش حنحشوهم من الداخل عزيزاتي بالنسبة للحشو اختياري يعني كل واحد وشي حبيد الحشو كل واحد وشي فضل كيما لانات استعملت كابريز وحلوى الترك كاني ما حبش لكو تلك كابريز يقدري لدي الكارامل وكاني لدي الشوكولاته تغطيني يعني اختيار يعني انا درت حلوية بالشوكولا كنت درت حلوية بالشوكولا ودرت حلوية بالكامل على بها ديتها بالكافخيز جيها نعمروها بالكامل اه بكافخيز عفوا وجيها نعمروها بالحلو والترك ونلسقوهم مع بعض نكملوا قاعد الكمية نديروها بهذا الشكل كيما قد لكم اختياري اه باش تحشوها للاغل تقدروا يدولها خالد ما بين شوكولا وبلوز ولا بابين الجوز مكسار كيما تحبوا يعني اختياري هادشي بعد ما كملت عمارت قاعد الكمية اللي عندي نجيبوا سوكرو غلاس ونرشوهم رشاق فيه فام الفوقه باش شكل تحميقه قاعد يبان وما نغطوهمش بزافة بسوكرو غلاس وباش يعطي لهم منظر شباب كمنو نرشوهم قاعد رشاق فيه فام الفوقه اه تحت تخرج لكم كمية مليحة هاللي بابيون قادة تخرج لكم ثلاثين خمسة وثلاثين حتى الربعين اللي عندي شوكولا نواق ولا شوكولا اوليد روها فلا بوش ويتم تبديلولي تخيها قدر قاق بارك شوكولا رازم تبديلولها بالخفق قبل ما تحكم روحها وتعييكم كيما عيتني انا اللي عندي هاده هاده وشك النهائي ده حكي ما راكوا تشوفو حتجي بزافة منينا وجي خفيفة بزافة ده ونقسم معاكم حبه وتشوفوها كيف هجت طريه بزافة اللي هلا بعد ما كملت ترتلوم قاعد شكل هذا يا نديرو في الكيسات ولي دونتال وتقدروا ديرها شوكولا بلوم وشوقها يعني اغتياري شوفو كيف هجت طريه قسمتها بالموس فتت وحدها اللي هنما بقالية نقولكم السلام تلا في رحكم السلام اشتركوا في القناة